السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ قليل تقدمت ببلاغ رسمي إلى معالي السيد النائب العام محامي الشعب ضد السيد عمرى أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزملك فيما قالوا في حق الإعلاميين وإهانته للإعلاميين وأنا من هنا أناشد كل زملاء الإعلاميين وكل شرفاء المهنة وكل من ينتمي من الإعلاميين الرياضيين إلى نقابة الإعلاميين وكل من ينتمي من الإعلاميين والنقاد الرياضيين إلى نقابة الصحفيين أن نقف على موقف رجل واحد وأدعوهم إلى توحيد الصف لأن ما قاله عمر أدهم جريمة لا يمكن السقوط عليها وإذا سكتنا عليها كإعلاميين لا نلومنا إلا أنفسنا لا يمكن واحد من حضرتكم يرضى أبدا بالله قاله عمر أدهم عمر أدهم قال يا سادع كنذكركم لأن ما فيه بعد كرامتنا كرامة وما فيه بعد اللي قاله عمر أدهم إهانة الحمد لله والشكر لله كتب على صفحته كنا التناول الإعلام المصري ده الرجل حدد عشان إحنا عارف أن إحنا هوان يعني قال لك لا إحسن أقول الإماراتي ما يدخلونيش الإمارات لا اتكلم علينا علشان إحنا ممكن يظن أن إحنا نسكت على هذه الإهانة ولكن أبدا سيكون ظنه معه وسنخلف ظنه وأموه وموقفنا عايقون صارم بص أنك التناول الإعلامي المصري لأحداث بقولت السوبر المصري كان كاشفا لمدى انحضار المهنية وغياب الموضوعية في تناول حدث يمث كل مصري وانا هنا عايزة أف هو احنا وانا بشكر زميلي الأستاذ إبراهيم فايق اللي قال له قال له عدم مهنية إيه وتناول غير موضوع إيه هو احنا اللي قلنا انه كومنتو عتنسهبه ولا المتحدث الرسمي بتاعك وكان رائعا في رده إبراهيم فايق وحسأل نفسك ما انت يا ما قلت حاجات مش انت اللي قلت أرون جاي وما جاش مش انت اللي قلت عتلفق قضية وعتجيب حق الزمالك من أرون وفي الآخر راح أصر بطاقة النهائية لرابط بخارست وحضرتك حبيت تكفل الموضوع انت ومجلسك وما حدش عارف حاجة لغاية دلوقتي وانتو خسرانين القضية وبهدلتوا الدنيا في الموضوع ده واسعتوا الاسم نادي الزمالك ولا احنا مش انت اللي قلت التذاكر بعتناها أكثر من مرة وكنت انت المصدر الوحيد للإعلام أي تناول مغلوط وأي تناول مش مهني وبعد كده قال لك هي وغياب الموضوعية في تناول أدسيا مثل كل مصري طيب حضرتك والقضاء يحسن في ده من قال لك ان كل مصري حضرتك ثلاثة تصرفوا تصرفات فردية يسأل عنها كل وقت فيهم ضبطوا بالكاميرات وتم اتهامهم رسميا من خلال محاضر رسمية بأرقام معينة للمحاضر ومكها لهم اتهام صريح من القضاء الإماراتي وتم حجزهم وحبسهم على زمة القضية وحكم عليهم في القضية بشهر حبس وغرامة 200 ألف درهم لكل واحد ده قضاء والقضية موجودة بكل وراءها قبل ما تتشال من على السيستم وبيعها بالكامل لاني كنت استشعر اني عايحصل ده المصريين أبرياء بكل انتآماتهم مما فعله التلاتة عبد الوحد السيد ودنجة وشلبي ولا لنعلاقة كمصريين بالموضوع ده ولا نجل زملك لعلاقة وده قلنا في البلاغ بصوا بعد كده اياه الراجل بيوصف قال لك يمس كل مصري وهو احتجاز لعبين ومدير كرة في نادي الزمالك يعني كإن تم اعتقالهم في الإمارات فزود قينة بلة وعمل أزمة كبيرة جدا لا تتوقعها وعواقبها وخيمة هذا الكلام عمل أزمة كبيرة بص بعد أحداث مباراة الزمالك وبرامز على الرغم من الاعتراب بالأخطاء الغير مقصودة والتي قد تكون يعني نتجت عن التوتر والشد العصبي لأحداث المباراة طب انت بش عارف حاجة ما تسكت أقول لك عدد الكاميرات اللي صورتهم كان في الستاد وانت تفكر النيابة هناك في أبوظبي ولا القضاء خد بالفيديوهات اللي انت شفتها على السوشيال ميديا ولا على صفحات الفيسبوك ولا اليوتيوب لا كاميرات الملعب اللي اتفرغت وتحفزت عليها النيابة بعد المحاضر التلاتة سواء محضر سيف أبو سلطان أو رجل الشرطة بتاع شغب الملعب أو حتى فرض التنظيم الصيني الجنسية اللي ما يعرفك الأهل ولا زمانك أي مهنية بتتكلم عنها انت مش عارف أي حاجة وبعد كده رح مطين الدنيا أكتر وده ذكرنا في البلاغ أشباه الإعلاميين أشباه إعلاميين برضي بيأكد مصريين والله العظيم المصريين والإعلاميين المصريين أشرف ناس في الكون شايف الإهانة اللكية أشباه إعلاميين مصريين شكرا مكننا ساحة القضاء وذكرنا في البلاغ أن ما كتبوا لم يكن إهانة لفرد وإنما للإعلام المصري ولكل من يعمل في الإعلام والصحافة المصرية أشباه إعلاميين مصريين زادوا الموقف تعقيدا بإصرارهم على الخوض في الحدث دون الإلمان بالتفاصيل طب يسأل كده شوف مين اللي عمل ده ما فيش إعلامي إلا لما كان بيهدي وبيحاول يلملم الجرح بما فيهم حتى اللي كانوا موجودين في أبو ظبي ضمن الوفود سواء كان أهلي أو زمالك أو بيرامدز أو سيراميكا أو حتى وفد المتحدة الرسمي أو حتى من هو مدعو من مجلس أبو ظبي الرياضي ما فيش حد من هؤلاء المحترمين أساء اسأل كده شوف مين اللي كان في التوسيد ومين اللي كان بيبعت للسوشيال ومين اللي كان بيولع الدنيا على فكرة إحنا في القضية سنرصد كل ما كتب على لسان اللي انت عرفهم من زويك عشان تعرف من اللي أجج الدنيا بما فيهم كل ما كتبوا أي مسؤول أو حتى من يتحدث باسمكم بص يا فندم والله العظيم أنا بأرى وانا حزين أشباه إعلاميين مصريين إحنا أشباه إعلاميين مصريين عمرك شفت مصري بيهين إعلامه بالشكل له والله العظيم بإذن الله بالقضاء لن نترك عمر أدهم بس زادوا الموقف تعقيدا بإصرارهم على الخوض في الحدث دون الإلمام بالتفاصيل والانتفاع في توجيه الاتهامات دون التفكير في حجم الضرر الذي قد يلحق بمواطنين مصريين نفسيا ومعنويا والأهم قانونيا والاستخفاف بمشاعر أسر اللاعبين وألاءهم وخوفهم على مصير أولادهم يا راجل يا راجل اتق الله تلعياء التلاتة طلعين بأفور رئاسي رئيس جمهورية رئيس دولة عفى عنهم دليل على جرم كبير وزنب نقترفوه لا قبل لك لانت ولا مهميك به مما اضطر اسمه الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة أن يتدخل إكراما للدولة المصرية وللمصريين في أكبر من كده جرم يجعل رئيس دولة يتدخل لإصدار عفو رئاسي لإنقاذ مستقبلهم عن أي شيء تتحدث يا رجل هذا مكان القضاء بص تعالى اللي جيد يمصيبه وجوه قبيحة راجل قل حياتنا بنحترم عمر أدم ولم نسيء إليه أنك وجوه قبيحة قل لنا حتى ما أرش البعض مننا وجوه قبيحة ساهمت على مدار سنوات في انفلات وترج الخطاب الإعلامي نتيجة الجهل يعني إحنا وجوهنا قبيحة وجهلة وعندنا العدم ضمير وميول وفقر في اتخاذ وتناول الحدث سباق وتباري هذه مصيبة تانية في السطحية والرؤونة مدفوع بمجازبة السوشيال ميديا إحنا إحنا اللي بنعمل ده إحنا اللي بنرضى السوشيال ميديا وبنجذب السوشيال ميديا ونتجازب مع السوشيال ميديا ونتبارى لإرضاء السوشيال ميديا إحنا بتتكلم علينا نحن على الإعلام المصري الشريف ممكن يكون عندنا حالات فردية ولكن هذا التعميم ممكن أكون أنا عبد الناصر زدان وإيش وإنت كرهني ولا أنا مش عاجبك ولكن الإعلام المصري أحسن مني ومن أي حد ومن الدنيا تسيح إلى إعلام بلدك الرياضي اللي هو قوة البلد النعمة في مجال الرياضة وقرات القدم بهذا الشكل وعايز القانون يسيبك إزاي سباق وتباري في السطحية والرعونة مدفوع بمجازبة السوشيال ميديا من الموتورين إحنا موتورين ومتعصبين إحنا متعصبين ده كلامه في غياب تام من المسئولية المهنية وقبلها الأخلاقية يعني لعندنا لمهنية ولا أخلاق يعني المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين والقانون المصري سيبنى منفلتين ومعندناش أخلاق ومش محترمين عشان نضل للرأي العام يا أخي طب اعمل إحساب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اعمل إحساب لنقابة الإعلاميين اعمل إحساب للقانون اعمل إحساب لبلدك اشتكي أو كنت عملت بلغات في اللي انت شايفهم كده لكن أن تعمم فتلك جريمة ستعسب عليها وفي الآخر خطب أن لك هي موقف كاشف وهو آر على كل إعلام الشاركة في هذا الأداء الإعلام المتدمي كل حاجة عمّا فيها كل الناس بالمناسبة وأنا بكلمكم وأبفنب لكم الكلام ده الذي تحول لبلاغ ومنه إلى قضية بإذن الله تعالى خلال أيام سترفع وننتهي من رفعها ويبقى في بيان رسمي ويوضح لكم كل حاجة من قبل مكتب المحام الشهير الأستاذ محمد رشوان كمان عايز أشكر معالي النقيب المحترم عضو مجلس الشيوخ الدكتور طارق سعدة اللي تكلمنا معه وقال النقابة بتاعتكم مستوحة وكما تعاقبنا النقابة إذا قصرنا قبقا للمساق أو خرجنا عن النص أو تجاوزنا قال لنا النقابة مسؤولة أنها تجيب حقكم والنقابة متضامنة معكم ورحب ترحيب كبير بتقديم شكوى عاجلة ستكون في النقابة بإذن الله باكر الأحد وسينطم فيها عدد كبير من الإعلاميين بإذن الله وإن كنت أكون أول وعد للمبادرة ولكن أسق أن كل زملائي بجواري وإذا كنت أنا اخترت أن أكون صاحب المبادرة فهم أهسن مني وغيرين عن المهنة أكتر مني ولكن ده هو الانفلات وهذا هو التجاوز ولن نتجاوز ولن ننفلت أصاده ولن نرد على انفلات بانفلات أو تجاوز بتجاوز أو إهانة بإهانة وإنما أمر أدهم وما كتبه مكان القضاء المصري ونقابة الإعلاميين اللي هي بيتنا اللي بيجيب لنا حقنا وأنا بأكد أني وإحنا بنقدم البلاغ كنا حرصين على تفنيد أن هذا هو إهانة للإعلام الرياضي المصري كله وأنا أثق في أن النيابة العامة ستأخذ مجرى التحقيقات من خلالها بكل رجع وقوة وأن القضاء سيتولى التحقيق ولن نتهاون ولن نتنزل وأثق أن نقابة الإعلاميين ستقب بجوارنا صفا بصف وهناك بيان سيضطر هيوضح لحضرتكم كل التفاصيل وكل حاجة وبدقة وفي الأخير كل التحية للأستاذ عمر أدهم الذي أجد نفسي مظلوم مما كتبه وحزين أن نصل إلى هذا المستوى في الخطاب المتبادل مع الإعلام الإعلام الرياضي المصري اللي هو واحد من أشرف الإعلام الرياضي الذي يقدم في الوطن العربي إحنا علمنا العلم العربي أمر أدهم فمن العيب أن تصفنا بهذه الصفات التي سيحسبك عليها القانون والنقابة وبقوة وإنا لمنتظرون والأيام بيننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته